كتل الإطار التنسيقي مجتمعاتاً للأمانة هل أريد أرقام أو مقاعد؟ مقاعد، ما أريد أرقام سيد الكريم، قلت لك أولاً هاي تقاس على نسبة الانتخابات أولاً نسبة الانتخابات أثنين مدى تفاعل القيادة أو الكتل السياسي مع جمهورها يعني نحن لا تنسى بأن الكثير من القيادة كانت تعمل خارج سرب القاعدة الموجودة معها ساد فتلاو، طين مرقم حتى أن تتل مش قد أحد جيل كتل الإطار التنسيقي التكات الشعبي والغضب الجماهيري كان مع القواعد الشعبية التي خرجت بمظاهرات كانت هناك ثغرة كبيرة ما بين القيادة وما بين حس حالياً بوجود حكومة منبثقة من الإطار التنسيق ولا تقول إتلاف دارة الدولة لأن سيد السوداني أيضاً هو من ضمن الإطار التنسيق صح هو شكلياً تابع إتلاف دارة الدولة رجل ده يشتغل وعنده سماء مو كل سلبيات للأمانة عنده شغلات إيجابية صاد اعتراف من جناتك من الإطار جاي يشتغل هاني داحش السودان أي سودان شنو ساد؟ السودان جزء من الإطار حلو يالله هذا اعتراف منك أيضاً تأكد أن السيد السوداني تابع الإطار حلو بس قوليش قد أحد جمعه مقاعد حتى أنتقل فدوا غير ذلك لا لا أحن يعني إحنا إحنا رزقاً بالنداهن لا موجيش الجماهير السوداني جزء من الإطار والإطار من تحمل مسؤولية الدولة حلو فلذلك اليوم السيد السوداني عندما يعمل إذن الإطار نجح في إدارة الدولة حلو ماذا قد تجيبون مقاعد إذا ما رجعنا على قانون انتخابات 2021؟ أنتقل في دواء ما بقالي واكد على قدر العطاء الذي أوثقه ما بين القيادة وما بين القاعدة إذا كانت القاعدة بالقيادة ستحصد الكثير من المقاعد لكن إذا كانت القاعدة مهزوزة والقيادة في غير وادي أكيد ما رح تحصل الآن الإطار السيقي استطاع أن يضع إصبعه على الجرح واستطاع أن يتعامل مع الشب العراقي بحب ومودة واحترام ومهنية ماذا قد يجيب؟ كانوا بوقت الصدريين قالوا مستعدين أن نجيب 174 ماذا قد تجيبون؟ نحن نجيب 74 ماذا نعلم؟